اشتركوا في القناة في المغرب انكب مجموعة من الخبراء المغاربة وكذا الأجانب في مجال القضاء وفعاليات حقوقية على تدارس موضوع بداء العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة في النظام الجنائي المغربي ومداخل خيارات السياسة العقابية لتكريس مبدأ العدالة التصالحية ذلك عبر ندوة دولية احتضنتها مدينة مراكش هذا النقاش المفتوح متواصل منذ مدة أملا بخلاصات تشكل أساسا متينا لتعديلات جوهرية تطال هذا النوع من العقوبات للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب باسمكم لضيفة التحرير لهذا اليوم الأستاذة جميلة سيوري رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة للا جميلة أهلا ومرحبا بك شكرا شكرا على الاستضافة أهلا ومرحبا بك أنت كنت جزءا من هذه الندوة الدولية التي كانت في مدينة مراكش نتحدث عن أسباب النزول صح التعبير لماذا هذه الندوة في هذا التوقيت لماذا هذه الندوة في هذا التوقيت في الحقيقة ترتبط بسياق إفريقي أكثر منه وطني هي حملة إفريقية بدأت منذ تقريبا سنة من أجل عدم تجريم الجناح البسيطة ولذلك نحن جمعية عدالة بشراكة مع مجموعة من الجمعيات نقود حملة وطنية في نفس الاتجاه لأنها تزامنت مع سياق النقاش حول تغيير المنظومة الجنائية بالمغرب واللي هو سياق لم يكن وليد اليوم بل هو بدأ من 1990 إلى المناظرة الوطنية دي المكناز 2004 استمرارا ما بعد الدستور ومواكبة لكل المسودات ومشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لتقدمات في المغرب ولازلنا ننتظر خروج هذا القانون الجنائي فيخلص الحكومة أخذت تعديلات وتقول بأنها تريد تعديل كلي وليس جزئي على غير الحكومة فعلا النقاش الأساسي هو أنه اليوم أنا الأوان لتغيير المنظومة الجنائية بشكل شامل لماذا؟ هل بالفعل كما قلت في المقدمة ذلك التوازن بين حقوق الجاني والمصلحة العلية للمجتمع هل هذا هدف منشود وغاية سامية؟ هدف منشود كل الحقوق حقوق المجتمع وحقوق الضحية طبعا هما الأساس في هذه المعادلة لذلك أنت تعرف بأن هناك تطور في المجتمع وبدأ يحتمل فهم الجريمة يتغير وفهم العقاب أيضا يتغير هناك مجموعة من الجرائم اليوم أصبحت غير قابلة للتجريم يعني أصبحت وقائع عندها مقبولية في المجتمع وكين جرائم اللي تفتع للسحب بسبب تطور والعلماء اللي هي اليوم خاصها الجريم ثم الخيارات أيضا الخيارات مني كنقول خيارات ديال الحادات والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان انطلاقا حتى من دستور ديالنا ولمواتق الدولية أنا الأول يوم لتغيير شامل المنظومة الجنائية بما يحفظ حق المجتمع وأيضا يحفظ حقوق الضحية من كان في الندوة؟ من دعيتهم ومحاورها الأساسية؟ الندوة شارك فيها مجموعة من الفاعلين المؤسستين منهم رئاسة نيابة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية كانت حضور من تونس من الأردن ووزارة العدل وكان هناك أيضا مشاركة من رئيس الجمعية التونسية للقضاء من تونس وأيضا إطار خبير من الأردن وذلك في إطار تبادل التجارب والخيارات والتفاعل مع التجارب الإقليمية المجاورة لنا إذن لذلك كان حضور أيضا مجموعة من الخبراء المغاربة كالأستدعيات قضاة دينيابة العامة قضاة الحكم محمون ممثلي المجتمع المدني مجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة ومجموعة من الجمعيات التي اشتغلت في مجال أيضا تغيير المنظومة الجنائية بشكل أو بآخر ومنها جمعيتكم ما هي أبرز محاور النقاش التي تنتدولها خلال هذه الندوة أبرز محاور النقاش كانت تهم بشكل أساسي لأنها ليست الندوة الأولى هي الندوة الثانية كانت تهم بشكل أساسي مناقشة سياسة الجنائية وسياسة العقابية والتحديات التي تطالها أيضا مناقشة في هذه الندوة بالخصوص العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة وعلاقتها مع ترشيد الاعتقال الاحتياطي علاقتها مع حالات العود علاقتها مع أزمة الإدماج وإعادة الإدماج وإصلاح السجون علاقتها مع الكلفة المالية أيضا التي تكلفها بعض الجنح البسيطة ذات المدد القصيرة في العقوبة والتي تكلف الدولة كثيرا داخل المؤسسة السياسية هذا سيكون نحط نقاش في حلقة اليوم ماذا نقصد بالجنح قصيرة الأمد؟ الجنح للعقوبة ديالها لا تتعدى سنتين من 3 أشهر إلى سنتين أو تكون فيها الموقف تنفيذ إلى حدود 6 أشهر أو سنة مثلا مثلا شيك بدون رصيد مثلا قضايا ديال السرقة البسيطة النشل ضرب غير مفضي ضرب غير مفضي إلى الجارح الإفطار العلاني العلاقات الرضائية اللي ننادي بعدم جريمها إذن مثل هذه الجنح أصبحت لا ضرورة أولا لأنها عندنا ظاهرة الإكتداد تترافع سنة عن سنة داخل السجون كان إمكانية لجوء إلى مصدرات الصلح كان الإمكانية لجوء إلى التدابير البديلة وإلى العقوبات البديلة هذه فيما يخص العقوبات البديلة لديكم أرقام قبل الذهاب للعقوبات البديلة والمقترحات المقدمة لديكم أرقام فيما يخص عدد القضايا التي تهم العقوبات القصيرة الأمد العقوبات القصيرة الأمد تتصاعد اليوم والتي هي محطة الاعتقال الاحتياطي تبلغ نسبة 42% فما فوق غد المعتقلين في إطار الجنح البسيطة وفي إطار أو محبوسين في إطار العقوبات السليبة الحرية القصيرة المدة وهذه هي إحصائيات لإدارة السجون حتى رئاسة نيابة العامة دخلتها حتى رئاسة نيابة العامة طبعا والآن أنتم لا تشاهدون أن نيابة العامة عندها وعي بهذه الظاهرة ومؤخرا في مراكوش تدارت ندوة تحسيسية أنا أعتبرها للسادة القضاة في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطين أنه من الوسائل الأساسية لقضاء على ظاهرة الاكتداد ولكن قضاء على ظاهرة الاكتداد ليس هو المطلب الأولوي والأسماع هو جزء من المطالب هو مطلب إصلاح الشامي للمنظومة الجناح كانت ندوة أخرى جهوية في مدينة الدار البيضاء للقضاء لعضاء المحاكم ورؤوسائها وأيضا لمجموعة من الفاعلين في هذا المشهد القضائي القانوني اليوم هذه الجناح بماذا تدعونا السلطات أو المشرع المغربي لتعويضها بعقوبات بديلة تحفظ حقوق الجميع تحفظ حقوق الجميع أكيد ندعو السلطات لأنه في إطار إصلاح المنظومة الجنائية لا بد أيضا من إعادة النظر في مفهوم العقاب والنتائج يلوه ماذا نتوخى من العقاب هل نتوخى منه الانتقام أم نتوخى منه الإصلاح وإعادة الإدماج هذا الجانب تانيا جزء كبير من هذه العقوبة القصيرة المدة تطال الأحداث في نزاع أو في تمس مع القانون وهذه الأحداث سيجب مراعاة المصلحة الفضلة لهم لأن الاعتقال يبقى هو آخر وسيلة وأيضا حتى العقوبة الحبسية بفروض أنه نراعي المصلحة الفضلة في هذه الفئة ونهتم بالتنشئة الاجتماعية من أجل إنجاح برامج الإصلاح لأن الإشكال اللي كان هو أنه هذه الفئات اللي عندهم من العقوبات القصيرة المدة من حتى الحدود سنتين لا يستفيدون حتى برامج تأهيل وبرامج الإدماج إذن لا يستثمر فيهم في إعادة الإدماج وبالتالي يخرجوا موصومين اجتماعيا يمكن يشكلوا حالة العود داخل السجون وبالتالي لن نقضي على ظاهرة الاكتداد داخل السجون في ارتبط أيضا مع التكلفة دائما أقول التكلفة اللي كتكلفها صحيح لمندوبية السجون قد يقول لك المشرع أنه ماذا عن إلغاء عقوبات السلبة الحرية والتقديم عقوبات بديلة غرامة مالية لغير ذلك في حالة مثلا السرقة أو في حالة الضرب غير المفضي إلى الجرح أو في حالة أي شيء من هذه القضايا التي تكون فيها عقوبة حبسية قصيرة الأمد هل تشجعون بهذا مثلا على بعض الظواهر المجتمعية التي قد تصبح مميعة على المستوى القانوني وبالتالي نصبح أمام فوضى خلاقة داخل المجتمع قد تكون من بين المحاذير أظن أنه هو فعلا هذا النقاش كان محط أيضا كان محط اهتمام داخل الندوة هو مسألة الدهنيات ومدى تقبل المجتمع لهذا المطلب دينا فعلا هو لن يخلق فوضى في الحقيقة لأنه كين مسترة الصلح التي لا تفعل يجب تفعيلها مثلا وبالطريقة جيدة ويمكن تخضع أيضا حتى هي التعديل عندنا مسألة دي العقوبة البديلة اللي هي خدمة الخدمة دي في إطار المنفعة العامة اللي هي الغرامات اللي هي واللي غيمكن لها تنفع المجتمع في حد ذاته ثم هذه الإصلاحة كلها هي ما يمكن لها تكون بدون مواكبة ديال تحسيس وحاملة تحسيسية للمجتمع بأهمية هذه العقوبات البديلة والتدابير في مقابل خطورة العقوبة الحبسية اللي تشك العوائق ديال كيف مسترطة الاعتبار تطول سنوات يدخل غير على دافع على زوجته فينا شهادة الزوجة ديال هو بالنسبة يدافع على العرض قرصه في السجن بعد يخرج لا يقع تشي واحد يقبله في الوظيفة ديال إذن هذا مشكل حقيقي الشاب حدث يمكن هو يعتبر البيتيز لا عنده هذا الوعي بالجريمة يمكن يسرق لك ينشل لك البرتابل ديال القرصه يعاقب ومن بعد الحياة ديال وكلها تتغير وكتمشي هباء منطورة إذن أنا كنقول هناك تجارب دولية في العدالة التصالحية يجب على المشرع المغربي ديالنا يحدث لها دبا الأسس ديالها والمبادئ يمكن من نبدأ هاش دبا ولكن بالتدريج ونبدأ بالأحداث في نزع مع القانون لأنه هذه الفئة هذه عندها تدابر مهم في القانون المصطر الجنائي ولا تفعل المصطر الجنائي أيضا قيد التعديل في مجموعة من الأمور هل أثار قلقكم ربما كمؤسسات فاعلة في قطاع العدالة وفي سياسة العقابية والجنائية المغربية الأرقام المهولة التي وصلنا إليها في السجون المغربية ونسب الاكتغاذ التي لم تشهدها السجون يعني أكثر من 80 ألف ومن بينهم أكثر من 42% معتقلين احتياطيا بسبب مثل هذه الجنح قصيرة الأمد والتي لا يتم الحكم عليها في فترة زمنية وجيزة وبالتالي كما تفضلت نقضي على جزء كبير من النشأ والقاصرين الذين مكانهم المدرسة مكانهم الإنتاج والعطاء وفي نفس الوقت لا نسمح لهم بمدة زمنية لأن العقوبة غير كافية لكي يدخلوا في برامج التكوين والتأهيل وإعادة الإدماش هل هذا الأمر بالفعل كان عاملا محفزا من أجل هذا النقاش العام طبعا من العوامل المحفزة منذ بدأنا في نقاش الإصلاح لمنظومة الجنائية والتي نعتبرها ما يمكن لها غير قابلة للتجزئ وغير قابلة للتجزئ أيضا في ارتباط مع المفهوم للسياسة الجنائية في حد ذاتها كسياسة عمومية والسياسة العقابية التي هي مكمل لجزء من السياسة الجنائية إذن هذا النقاش دائما حاضر لأنه وعين بأنه الإشكالات الحقيقية ترتبط بعدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي ترتبط بعدم وضوح الرؤية ماذا يريد المشرع ماذا يريد القاضي ماذا يريد قاضي الحكم ماذا نريد كمجتمع هل نريد أن نخفف الأعباء وأن نصلح حتى تنشئ دينا الاجتماعية ونوجدها المستقبل أن نعيد إدماج الناس اللي يمكن بالصدفة أخطأوا لذلك نركزنا على الجناح البسيطة عندما نقول الجناح البسيطة نحن لا نذهب إلى الجناح الجرائم الخطيرة القتل هذا لا نناقشه وإن كان من بين الجناح من يتم المطالبة من الجمعيات الحقوقية بلغائها يعني كما تفضلت دفتار العالم لا أنا أتكلم عن الجرائم ذات الخطورة لا أنا قلت لك عن مستوى الجناح التي قد تولي بصاحبها هناك بعض الجناح التي هناك حقوقيين يقول لك هي ليست بجنحة تجريم هذه الأمور طبعا ليست بجنحة لأنها شنو هو الجنحة هي أنها تكون تشكل خطر على المجتمع ولا خطر على الأشخاص على الأفراد مثلا عندما نتربس بأحد المواطنين نجده يأكلوا رمضان كيف ترمنا فاش كي يضر المجتمع فاش كي يضر الأفراد يضروا نفسه في علاقته مع الخالق إذن كيمكن هذك الشخص نعطيه غرامة كيمكن لي لزمو يقدم خدمة المجتمع بدون أن ألجأ إلى وضعه داخل السجن أو إلى محاكمته خلينا نبسط الأمور شوية في الأمثلة حتى على مستوى ما تفضلت به من العقوبات البديلة خدمة عمومية شاهدنا مسموعة من النماذج في أوروبا تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية نجم ما في خطأ ماس سياقة بتهور إلى غير ذلك سياقة تحت تأثير الكحول ويتم مثلا لا أريد أن أعطي أسماء ويتم فرض عليهم واجب الخدمة العمومية مع عمال النظافة مثلا لـ 48 ساعة ويكون ذلك الشخص محط اهتمام كل وسائل الإعلام فيصلت الضوء على مثل هذه الجنح وعلى كيفية أن يكون الإنسان بالفعل فاعل في مجتمعه المحيط به ويقدم خدمات عمومية بغض النظر أن تكون عقوبة أم لا فهنا ربما قد نصلت الضوء لمجموعة من الجيل بأكمله الذي كما تفضلت قد يظلم بسبب زلة ما بسبب خطأ ما ويذهب وحين يبحث عن سجل عدلي نقي يمكنهم من ولوج الوظيفة لا يجد وبالتالي يقول لك لا ليس البيطالة في الزنقاء اللهم الحبس ناكلوا مشرب وكيكون الإحباط كيكون عدم تقبل يلوحة مداخل الأسرة بعد المرات مداخل المجتمع المدراسة احتوى عودة رجع للمدراسة ما كيتقبلوش الزملاء يلو وبتالي هذه الخطورة هذه اللي يخصنا نراعيها ونحن نضع معالم سياسة جنائية فيها الحفاظ على الأمن للمجتمع وسلم المجتمع لكن فيها أيضا حفاظ على المواطنين دوي الهشاشة واللي ممكن يكونوا مساهمين في بناء المجتمع هذا يقودنا للحديث عن الآثار الاجتماعية النفسية الاقتصادية في حال كان هناك استمرار في مثل هذه العقوبات في الجنح قصيرة الأمد ولكن ما هي الإيجابيات التي قد تكون في حال تم قرار العقوبات البديلة في مثل هذه الجنح أكيد ستكون إيجابيات هي لا تجاوب على هدوك التحديات اللي نحن نبهل أو المخاطر اللي هي سنجنب الناس الوصم الاجتماعي سنجنب سنتخطى خطر حالات العود هدر المدرسي هدر المدرسي هدر المدرسي سنخطى أيضا سنساهم في بناء المجتمع عن طريق مثلا العقوبات البديلة اللي فيها خدمة المنفع العامة سنقي أو سنساهم في الإصلاح في بناء المجرع عبر الإصلاح وإعادة الإدماج اللي نحن نستطمر فيه الكثير حسب الدولة الميزانيات ديالها اليوم الاجتماعية يجب إعادة النظر فيها خصوصا فيما يتعلق بمسألة السجون وتدبير السجون وإعادة الإدماج إذن حتى هؤلاء اسمحي لي أستاذة جميلة من لأسف يكونون ضحية لعقوبة ما نقولوش ضحية ولكن يعني ضحية مجتمع ضحية مجتمع ويدخلون عقوبة حفسية قصيرة الأماد قد يلفظهم المجتمع وتلفظهم الأسرة والمحيط المجتمعي ونلقاهم في الزنقة وفعلا ويصيروا مكلفين أكثر بالنسبة للدولاد وإيواء وضمان هذا هو المشكل وأنك يكون في الشارع أنت ما عندكش ما عندناش ضمانة للإيواء اليوم ما عندناش إمكانيات نفرها لهذه الناس للشارع وبتالي كي يقولي الملجأ ديله الوحيد هو الجريمة كتحطوا الانحراف كتكون تفضل وهو واجد وهي حالة العود وهذا العدد لماذا يتزايد ويرتفع لأنه بسبب هذي الناس اللي احتفش ما كان ممكنوهم مش من برامج الإصلاح وأنك يخرجوا ما كان نديروا لهم مش المصاحبة وهذا مهم جدا خصوصا بالنسبة للأحداث يجب إعداد أيضا لأنه في آخر المطاف إصلاح السياسة الجنائية والعقبية ما مواقف شغل التشريع بالموازات إصلاح العقليات بالموازات تخصص وجود ميزانيات تدابير وآليات للمصاحبة هنا قلنا مساءلة السياسة العقبية في المغرب وتغيير المصدر الجنائية والقانون الجنائي لغير ذلك والتعديلات كما استمعنا الوزر العدل مثلا يتحدث قبل أيام هناك مرافقة للأسرة والسيدات داخل داخل المؤسسات الأثناء التحقيق الأحداث كذلك ومثال هناك مجموعة من المتغيرات التي قد تفضي بناء إلى حفظ كرامة هؤلاء بغض النظر لأن القضاء دائما هو من يحكم ويقدم الحكم القطعي والنهائي على هؤلاء ولكن على الأقل كان بعض الإصلاحات هل السياسة العقابية تنظرون لها في المغرب ككل كمنظومة بأنها تحتاج لإعادة نظر بطريقة جذرية أم أن بعض التحسينات منها ما طرحتموه اليوم حول العقوبات قصيرة الأمم أو الجنح قصيرة الأمم أنها طرحت في البداية الإشكال للإصلاحات اليوم التي تعرفها المنظومة القانونية بشكل عام هو أنه إصلاحات مجزأة وليست شمولية عندما يتحدث سيد وزير العدل على الإصلاح الشمولي أنا أعتقد أنه سيكون إصلاح جسدما إصلاح شامل للمنظومة القانونية من ديباجتها إلى فصولها ومدتها إلى ما هي الخطوط النظمة للسياسة الجنائية المرتبطة بالسياسة العقابية وهذا يستدعى أيضا إعادة النظر في قانون منظم المؤسسات السجونية وأن سيد وزير من يقوله شمولي وهذا شمولي يعني كنوضع الخط النظم للإصلاح كنوضع له المرتكزات دياله وكنحط المقتضايات كالنقحة لأن دبعنا مقتضايات في القانون العام والقانون الخاص خاص يكون واحد انسجام عدم تناقض ما يكونش هناك لغة غير مفهومة ما يكونش مصطلحات عامة وفضفاضة هذا هو الإصلاح وأن تكون هناك مواكبة للموثيق الدولية التي وقع عليها المغرب والتي تسمع على الالتزام بالموثيق الدولية فيما يخدم الصالح العام هذا هو أنا بالنسبة لي الإصلاح الشامل والإصلاح الشامل أيضا كسياسة عمومية للحكومة خاص يواكبوه حاملة تحسيثية في الإعلام في إصلاح المنظومة لدينا للتعليم خاص نشر المعلومة القانونية خاص آليات المصاحبة لك فعلا سيد الوزير ينوي ذلك فنحن نرحب بهذا لأن المجتمع المدني الآن يقوم بأدوار الدولة توازن دور المحامي مع التحقيق وأن يكون حاضر في خاص حضور المحامي من منذ أول وغلة التي ينتظر أن يفرج عنها وآلية المصاحبة شيئا مهمة خصوصا بالنسبة للشباب والأحداث في نزع مع القانون لم يكفي الوقت ربما التطرق منظومة القانون الجنائي وتعديلات المنتظرة عليها لأنها تدخل في إطار ما تفضلتم به في هذه الحلقة وأيضا في الندوة التي كانت محور اهتمامكم داخل خلال أيام القليلة الماضية هناك في مدينة مراكش من مشاركة دولية مكثفة في متابعة لحملة قلت بأنها وطنية ولكن ذات جذور أفريقية بدأت منذ سنة شكرا جزيلا لك لجميلة سيوري وأنت رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة شكرا لك للحضور شكرا لك شكرا لك شكرا لكم مشاهدين على حسن متابع لكم أجمل تحية إنما كنتم إليك